بسم الله الرحمن الرحيم ونراجع سوياً التمثيل بالرموز وتفسير التمثيل بالرموز وخطة حل المسألة أنشئ قائمة سوف نقوم بمراجعة الدروس التالية الدرس الأول التمثيل بالرموز صفحة 141 الدرس الثاني تفسير التمثيل بالرموز صفحة 144 والدرس الثالث خطة حل المسألة أنشئ قائمة صفحة 148 الدرس الأول وهو التمثيل بالرموز صفحة 141 لدينا فكرة الدرس أجمع البيانات وأنظمها ثم أمثلها بالرموز لدينا مفردتين هنا لوحة الإشارات وكذلك التمثيل بالرموز سوف نتعلمهم بإذن الله لدينا هذا الجدول استعد نظمة سعاد مجموعة من صور الحيوانات في جدول ثم سجلت البيانات التي جمعتها في لوحة إشارات إذن قامت بجمع هذه البيانات هنا عنوان هذا التمثيل وهو عدد الصور الحيوانات وهنا الحيوان، الجمل، وعدد الحيوان هنا تمثيل بماذا؟ هذا التمثيل يسمى بالإشارات نلاحظ هنا هذا يسمى بالإشارات إذن الجمل كم لدينا من عدد هذه الجمال؟ نحسنتم 6 وهنا ننظر 1، 2، 3، 4، 5 في هذا الشكل ثم 6 إذن هذه المجموعة تمثل 5 ولدينا هنا 1 أصبح 6 القطة كم لدينا؟ 1، 2، 3، 4 إذن لدينا 4 الماعز وهذا التمثيل بالإشارات يمثل ماذا؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 إذن هذه المجموعة تمثل 5 ولدينا هنا 2 إذن أصبح 7 والأرنب 1 و2 إذن هذا التمثيل يسمى لوحة إشارات أو يسمى بتمثيل بالإشارات يمكن لسعاد أن تستعمل لوحة الإشارات في تمثيل البيانات بالرمز كي تستفيد من هذه تستطيع أن تمثل بها بالرمز أتذكر أن التمثيل بالرمز هو تمثيل بياني لمقارنة البيانات باستعمال رمز واحد إذن التمثيل بالرمز سوف أستعمل رمز واحد وأمثل هذه البيانات بالرمز إذن لدينا هذا الجدول في نفس الطريقة وقمنا بكتابة الأعداد هنا الجمل 6 والغطة 1 2 3 4 كتبنا 4 والماعز هنا 5 و2 7 والأرنب 2 إذن قمنا بتمثيلات في الخطوة الأولى لابد من أنشئ جدولا وأضع له عنوانا ثم مفتاحا إذن أنشئ جدولا وأضع له عنوانا ومفتاحا ثم أحضر أوراقا صغيرة لاسقة إذن طلب مني أن أضع عنوان ومفتاح لهذا الجدول ثم أحضر أوراق صغيرة لاسقة الخطوة الثانية قمنا بتمثيل هذا الجدول ووضعنا له عنوانا هذا العنوان هذا عنوان التمثيل وهو عدد صور الحيوانات كما ممثل لدينا هنا وابنا بكتابة العنوان هنا في الأعلى ووضعنا له مفتاحا بهذا الشكل هنا أصبح لدينا مفتاح ثم أحضر أوراقا لاسقة صغيرة في الخطوة الثانية طلب مني تمثيل البيانات مثلا كل هذا الرمز يمثل صورتي حيوان إذن سوف أضع في المفتاح أن هذا الرمز سيمثل صورتي من حيوانين إذن هذا هو المفتاح هذا الرمز الآن أصبح صورتي حيوانين سيمثلهم هنا بعد قليل الخطوة الثالثة أستعمل عددا من هذا الرمز يمثل عدد صور الحيوانات إذن اتفقنا أن هذا الرمز كم يساوي من حيوان إثنان أحسنتم إذن هذا الرمز سيف يساوي إثنان الجمل كم لدينا في هذا الجدول من جمل أحسنتم ستة إذن سوف أقوم بتمثيله بهذا الرمز الآن كم أصبح لدي من جمل صحيح إثنان لأنه في المفتاح يتكلم أن هذا الرمز يمثل صورتي حيوانين إذن هذا أصبح إثنان وهذا الرمز أصبح إثنان إثنان وإثنان أربعة والجمل هنا في الجدول ستة إذن سوف أضيف رمزا آخر أصبح لدي هنا إثنان إثنان وإثنان وإثنان أصبح لدينا ستة جمال وهذا الرمز يمثل العدد ستة نأتي إلى القطة وننظر هنا في الجدول أن القطة تساوي ماذا؟ أحسنتم تساوي أربعة سوف أمثلها بكم رمز صحيح سوف أمثلها برمزات واحد إثنان ونقول هنا أن القطة تساوي أربعة أو عدد القطة هنا تساوي أربعة نأتي إلى الماعز وننظر إلى الجدول هنا كم لدينا من ماعز سبعة إذن سوف أضيف الرمز الأول إثنان الرمز الثاني كم أصبح أربعة صحيح ثم أضيف الرمز الثالث وأصبح لدي الآن ستة لو قمت بإضافة رمز آخر سوف يصبح سبعة سوف يصبح ثمانية عفوا فما المطلوب مني لكي أصل إلى السبعة هنا ثنان واثنان واثنان ستة لو قمت بإضافة شكل آخر سوف يصبح ثمانية صحيح سوف أرسم نصف هذا الرمز لأن نصف الرمز هذا يساوي واحد بهذا الشكل إذن هذا يمثل واحد قمت برسم نصف الرمز ولم أقوم برسم الرمز كامل كما في هذه الأشكال إذن اثنان واثنان أربعة واثنان ستة وواحد سبعة أحسنتم نأتي إلى الأرنب ونلاحظ هنا في هذا الجدول أن الأرنب يساوي اثنان كم سأمثل من الرمز في هذا الجدول أنظر إلى المفتاح ويمثل حيوانين إذا الرمز واحد فقط إذن أصبح الأرنب يساوي اثنين من خلال تمثيل الرمز واحد فقط نأتي إلى التدريب الأول أمثل البيانات في الجدول الأدنى وأجعل كل رمز يمثل بقرتين طلب مني عند تمثيل أضع بالمفتاح أن كل رمز يمثل بقرتين مزرعة أبقار هنا لون البقر والإشارات وعدد الأبقار هنا لدينا لون البقر أسود وهنا كم لدينا من بقرة هذا يمثل خمسة أحسنتم وهنا ثلاثة خمسة وثلاثة ثمانية صحيح والبقر البقر البني هنا واحد واثنان ثلاثة أربعة صحيح ساوي أربعة وكذلك الأبيض هذه المجموعة كم تمثل أحسنتم خمسة إذن خطوة الأولى أنشئ جدولا وأضع له مفتاحا ثم أحضر أوراقا لاصقة صغيرة ثم أختار رمز يمثل كل من هذا الرمز يمثل بقرتين بنفس ما طلب مني في السواد خطوة ثالثة أستعمل عددا ما يمثل عدد الأبقار إذن قمنا بالخطوة الأولى وضعنا عنوانا ومفتاح ثم ننتقل إلى خطوة ثانية نضع أن كل رمز من هذه الرموز يمثل بقرتين إذن حققنا الخطوة الأولى وحققنا الخطوة الثانية نأتي إلى الخطوة الثالثة أستعمل عددا ما يمثل عدد الأبقار إذن اتفقنا أن هذا الرمز يمثل كام بقرتين اثنين الأسود كم لدينا في الجدول ثمانية إذن هذا الرمز اثنان وهذا الرمز أصبح أربعة وهذا الرمز أصبح ستة وهذا الرمز أصبح ثمانية نأتي إلى لون البني أو البقرة البني هنا لدينا في الجدول أربعة إذن اثنان واثنان أربعة واللون الأبيض هنا يساوي ماذا خمسة إذن اثنان وأربعة أصبح لدي الآن أربعة إذا قمت بإضافة رمز كامل سيصبح ستة ماذا أفعل صحيح سنتم إذن سأقوم برسم نصف رمز فقط إذن الآن اثنان واثنان أصبح أربعة وهنا واحد أصبح خمسة أحسنتم ننتقل إلى التدريب الثاني إذا كان هذا الرمز يمثل ثلاثة أشخاص يفضلون كرة القدم فما عدد الأشخاص الذين يفضلون كرة القدم إذا ظهر هذا الرمز مرتين إذن سأقوم بتمثيل هذا الرمز مرتين السؤال يقول أن هذا الرمز يمثل ثلاثة إذن هنا ثلاثة وهنا ثلاثة كم أصبح لدينا كم شخص إذا قمنا بتمثيل هذا المثلة مرتين ستة أشخاص أحسنتم ننتقل إلى الدرس الثاني تفسير التمثيل بالرموز صفحة 144 فكرة الدرس أفسر البيانات الممثلة بالرموز سأل أحمد أصدقائه عن عدد المهرجانات التي حضروها خلال عطلة الصيف ثم أمثل النتائج بالرموز كما هو موضح في الجدول المجاور لدينا هنا هذا العنوان المهرجانات التي حضروها الأصدقاء خلال عطلة الصيف سعيد ومحمود وخليل وجاسم ومحمد إذا أردت أن أقرأ هذه البيانات لا بد أن نطلع على المفتاح في البداية يقول لي أن هذا الرمز كم يمثل من مهرجان أحسنتم يمثل مهرجانين إثنين إذن كل رمز من هذه الرموز يمثل إثنين سعيد كم حضر من مهرجان أحسنتم أربعة إذن سعيد حضر أربع مهرجانات إثنان وإثنان بنفس ما طلب مني في المفتاح محمود كم حضر من مهرجان إثنان وإثنان وإثنان وكذلك إثنان كم أصبح أحسنتم ثمانية وخليل صحيح أصبح ستة وجاسم أحسنتم إذن جاسم حضر إثنان عشر مهرجان ومحمد صحيح حضر أربع مهرجانات بنفس سعيد التدريب الأول استعمل التمثيل الذي يظهر عدد لترات الحليب المبيعة لتينا هنا عنوان هذا الجدول لترات الحليب المبيعة بقالة الصد وبقالة الثقة وبقالة الابتسامة وبقالة الأمانة وهنا في المفتاح هذا الرمز ماذا يمثل كم لتر ثلاث لترات إذن هذا الرمز يمثل ثلاث لترات أي البقالات هي الأكثر مبيعا انظر إلى الجدول أي البقالات هي الأكثر مبيعا من خلال التمثيل هنا رمز هنا أربع رموز هنا ثلاث رموز هنا خمس رموز إذن هي بقالة الأمانة هي الأكثر مبيعا نأتي إلى السؤال الثاني أي البقالات قد باعت 6 لترات من الحليب أكثر من بقالة الابتسامة إذن ننظر إلى هذه الابتسامة ونبحث عن البقالة التي باعت أكثر 6 لترات أي كم رمز من هذه الرموز أكثر؟ أحسنتم إذن أكثر منها من بقالة الابتسامة برمزان بقالة الابتسامة ثلاث رموز نبحث عن البقالة التي تمتلك أو باعت خمسة رموز أحسنتم إذن هنا بقالة الأمانة باعت أكثر من بقالة الابتسامة ب 6 لترات ثلاثة وثلاثة هنا ثلاثة وهنا ثلاثة أكثر منها ب 6 لترات إذن هي بقالة الأمانة ننتقل إلى السؤال الثالث إذا كانت سعر لتر الحليب أربع ريالات فكم ريالاً ثمن الحليب الذي باعته بقالة الثقة؟ ننظر إلى بقالة الثقة هنا وسعر لتر الحليب أربع ريالات إذن سوف أضرب أربع في عدد اللترات التي باعها هنا هنا ثلاث لترات وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة إذن كم لتر باعت بقالة الثقة؟ أحسنتم 12 لتر سوف أقوم بضربها بأربع ريالات سوف أقوم بضربها بأربع ريالات ويصبح الناتج ثمانية وأربع إذن سوف أقول أن لدينا هنا إثنى عشر ضرب أربع ريالات ثلاثة في أربعة ثمانية وأربع في واحد أربعة إذن ثمانية وأربعين ريالاً ننتقل إلى التدريب الثاني أجيب عن الأسئلة مستعملاً تمثيل أدنى لدينا عنوان التمثيل قياسات أحد الطلاب والصف الثالث مقاس 33 ومقاس 34 ومقاس 35 ومقاس 36 لدينا هنا هذا المفتاح يمثل كم طالب؟ أحسنتم أربع طلاب كل رمز من هذه الرموز يمثل أربع طلاب إذن نقرأ السؤال الأول ما المقاس الأكثر شوعة؟ ننظر إلى المقاس الأكثر شوعة بين هذه المقاسات والممثل بعدد رموز أكثر هل نقول أن المقاس 33 هو الأكثر شوعة؟ لا، إذن الأكثر شوعة هو المقاس 35 صحيح سؤال الثاني ما المقاس الحذاء التالي لأكثر شوعة؟ إذن هذا المقاس هو الأكثر شوعة؟ ما هو المقاس الذي يأتي بعد هذا المقاس؟ ننظر هنا أنه قام بتمثيل كم رمز؟ خمسة رموز، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة إذن سوف أبحث عن الحذاء الذي يمثل بأربع رموز لا يوجد سوف أبحث عن الحذاء الذي يمثل بثلاث رموز ننظر أنه هنا وأصبح الحذاء التالي لأكثر شوعة هو المقاس 34 السؤال الثالث، كم عدد الطلاب الذين سألوا عن مقاس أحذيته؟ إذن سوف أجمع عدد الطلاب جميعاً والموجودون في الجدول وأن كل رمز يمثل أربعة سوف أقوم بجمع هذه البيانات بالكامل كم لدينا من رمز هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة إذن لدينا عشرة رموز سوف نقوم بضربها بعدد الطلاب الأربعة إذن كل رمز من العشرة يمثل أربع طلاب وعشرة ضرب أربعة إذن أربعين إذن أربعين طالباً تسألوا عن مقاس أحذيتهم في هذا الجدول ننتقل إلى الدرس الثالث خطة حل المسألة أنشئ قائمة صفحة 148 تدريب لدى ماجد بن طالان أزرق وأسود وثلاثة خمسة مخطط وعبيض ورمادي بكم طريقة يمكن أن يظهر ماجد مرتدياً قميصاً وبن طالب لدينا أربع خطوات في حل المسألة لابد من فهم السؤال، ثم التخطيط، ثم أبدأ الحل، ثم أتحقق من إجابتي إذن ماذا نعرف من هذا السؤال؟ أحسنتم أن لدى ماجد بن طال أزرق وبن طال أسود بن طالان ثنان وكم قميص ثلاثة خمسة وهما مخطط وأبيض ورمادي إذن نعرف أن لدى ماجد بن طالان أزرق وأسود وثلاثة خمسة مخطط وأبيض ورمادي وما هو المطلوب مني؟ أحسنتم بكم طريقة يمكن أن يظهر ماجد مرتدياً هذا قميصاً وبن طالب إذن المطلوب بكم طريقة يمكن أن يظهر ماجد مرتدياً قميصاً وبن طالب أخطط ما هو الطريقة المناسبة لحل هذا المثال أحسنتم باستعمال خطة إنشاء قائمة سوف أنشئ قائمة وأجيب عليها ولكن عند بداية الحل لا بد أن نتبع الطريقة التالية ابدأ بالبنطال الأزرق مع ثلاثة خمسة ثم البنطال الأسود مع الثلاثة خمسة إذن سوف أقول البنطال الأزرق مع القميص المخطط ثم البنطال الأزرق مع القميص بهذا الشكل مع المخطط ثم مع الأبيض ثم مع الرمادي وكذلك مع الأسود سوف نضع قائمة بهذا الشكل نضع هنا البنطال والقميص إذن قمت باختيار اللون الأزرق مع الثلاثة خمسة مع المخطط ومع القميص الأبيض ومع القميص الرمادي إذن وضعت الأزرق مع الثلاثة خمسة بهذا الشكل ثم قمت باختيار البنطال الأسود ووضعه مع الثلاثة خمسة كم لدينا من طريقة يمكن أن يرتدي ماجد هذه القميص والبنطاب 1 2 3 4 5 6 إذن عدد طرق 6 طرق يمكن أن يرتدي هذه الملابس في التحقق لا بد أن أنظر إلى القائمة وسأجد أنه لم يتكرر أي من الطرق إذن في التحقق سوف أرجع إلى هذه القائمة وأنظر أزرق مع مخطط هل يوجد مرة أخرى أزرق مع مخطط هنا؟ لا يوجد أزرق مع أبيض هل يوجد مرة أخرى في هذا الجدول أزرق مع أبيض؟ لا يوجد أزرق مع رمادي وهكذا سوف أبحث عن التكرر في هذا الجدول إذا يوجد تكرر فإن الإجابة تعتبر خاطئة ولكن هنا لا يوجد أي طريقة متكررة ننتقل إذا الإجابة صحيحة وننتقل إلى التدريب الثاني طلبت أسماء من البائع كوبا من الأسكريم على أن يضع به ملعقة بمذاق الفانيدية وملعقة بمذاق الشوكولاتة وملعقة بمذاق الفراولة بكم طريقة مختلفة يمكن عمل كوبا أو عمل كوبا الأسكريم إذن نبدأ من اتباع أربع خطوات افهم وخطط وأحل وتحقق ماذا أعرف من هذا السؤال؟ أحسنتم إذن طلبت أسماء من البائع أن يوضع به ملعقة بمذاق الفانيدية وملعقة بمذاق الشوكولاتة وملعقة بمذاق الفراولة وما هو المطلوب؟ عدد الطرق إذن بكم طريقة مختلفة يمكن عمل كوبا الأسكريم وخطط لحل هذه المسألة بإنشاء قائمة إذن استعمل خطة إنشاء قائمة لحل المسألة بنفس ما قمنا به بالتدريب الأول أبدأ الحل وأقول هنا أن أقوم باختيار الفانيدية ثم وأكتب الترتيبات المختلفة التي يبدأ بها وأكرر هذه العملية مبتدئا بنوع آخر إذن في البداية سوف أضع الفانيدية في البداية في المقدمة وأكتب المذاق الثاني الشوكولاتة والفراولة ثم أكرر العملية بوضع الفانيدية في الأول ولكن أقوم بتبديل الترتيب بين الشوكولاتة والفراولة بهذا الشكل إذن لدينا هنا قمنا بكتابة الفانيدية في البداية وثم الشوكولاتة والفراولة وهنا إذن كررنا نفس العملية بالفانيدية والفراولة والشوكولاتة إذن عكاست هذا الترتيب هنا الشوكولاتة أولى وهنا الفراولة أولى هل أستطيع أن أكتب الفانيدية مرة أخرى بدون تكرار؟ لا أستطيع لو قمت بكتابة الفانيدية مرة أخرى سوف أضطر أن أكرر أحد العمليتين الذين أمامي وقمت بكتابة الشوكولاتة مرتين في البداية وهنا فانيدية فراولة وهنا شوكولاتة فراولة فانيدية إذن قمت بالتغيير والطريقة الخامسة الفراولة والشوكولاتة والفانيدية والفراولة والفانيدية والشوكولاتة إذن هل أستطيع أن أكتب الفراولة مرة أخرى بدون تكرار؟ لو كتبت هنا الفراولة وبعدها الفانيدية إذن كررت هذه العملية لو كتبت الفراولة ثم شكراتها إذن كررت هذه العملية فلا يوجد طرق أخرى ولدينا هنا في هذا الجدول كم طريقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست طرق إذن لدينا ست طرق أتحقق كيف أتحقق من القائمة أحسنتم أنظر عن الأشياء المتكررة أو الطرق المتكررة هل يوجد طرق متكررة؟ لا يوجد لدي طرق متكررة إذن إجابتي صحيح تعلمنا اليوم الفصل العاشر عدة دروس التمثيل بالرموز وتفسير التمثيل بالرموز وكذلك خطة حل المسألة عن شيء قائم وصلنا إلى نهاية الدرس أتمنى لكم التوفيق والنجاح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين